سلام يا فضوة سلام يا فضوة سلام يا فضوة يا مكنت الأبل بالإتبار هذا خليفة على الوعد طاصت كفوفك العامة قافرنا عارب شبه الجزيرة في ربوع ربعوة مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في رسالة جديدة من مهرجان وظفروا في دورتها الجديدة 2017 وفي دورتها الحادية عشر يوم يوم استثناء يوم المفاريد يوم فيها المنافسة كبيرة في المجاهيم وكذلك المحليات أبقوا معنا وتغطي خاصة هذا المهرجان عبر قناة الصحرة في هذه الرسالة الخاصة تستهل الحمر العصايل والمجاهيم المقام عماري الضفره وهالهود عده هولي خيمه وسلام سلام يا خبره يا مر ربتل بالبل بلد ما سلام يا الضفره نوتا وفد الأجدادنا عاشوا عليها ورحلة تستهل الحمر العصايل والمجاهيم المقام عماري الضفره والهودة هولي خيمه سكت على البطان والموقف يبي شد الحزام وأبتدي بالشوط النقدي مفاريد أبناء القبائل المحلي فئة المحليات يا مخرجر والناموس يا بن غالب يا غالب المنصوري خيط غالب سلطان بن غالب منصوري مع العاصمة حاملة الرقم 30 تذهب بالناموس رائعة ومالكة خيط غالب سلطان غالب منصوري في 93 درجة مع العاصمة وتحمل الرقم 30 ما موس بخيط بن غالب منصوري لحسن الخمال المركز في شوط بن فريد صداها الخير وعافية ونهدي نموس العاصمة الكل محب وكل مشجع العاصمة والعاصمة إن شاء الله هاتبتها تجارتها في الضفره وإن شاء الله هنا في نواميس ليل نواميس إن شاء الله حدثنا عن عاصمة وشلالة تطلمر العاصمة بوها مياس وابوها بن شاهين والبكرة كانت في وعكة صحية وتوفها خائزة من وعكة وشاركناها في الشوط هذا الحمد لله حققت على المركز الأول ونهديكو نموس العاصمة وكل محب وكل فرحان فينا اليوم أول مشاركة لها أول شاركة من قبل أول مشاركة لها اليوم نعم أول مشاركة لها في المزاينات اليوم ومش دائما إن شاء الله سهل الخير سهل الخير يا أخوي والنموس الجميع أنتقل مع شوط التلاد مفاريد لأبناء القبائل والنموس يا المنصوري يا ناصر حميد مبارك حربي طبعاً لاثنين من عصير ويستاهلون فلما قلت يا المنصوري يتفاجأوا لاثنين يقولوا نخلص والنموس واحد لهم جميع ولكل المشاركين ولكل أهل الحلال ونموس والنموس واحد استاهل ناصر حميد مبارك حربي المنصوري نموس أخوي ناصر حميد منصوري حسنكم على المركز الأول في شوط محليات استاهل خير لما تعدين هذا النموس هدي الشيب أحميد بن عراج المنصوري وهدي المحمد شهيل الشدي المنصوري استاهل هوا رعا ادتنا عن البكر أبوها مياس بعيد محمد شهيل الشدي المنصوري وأمها بنت شاهين الكبير هل أنجازات أول مرة أول مرة الشاركة مشاركات فرعية عندها لكن مشاركات رئيشية أول مرة حديثنا عن هذا الشوط شوط قوي صراحة نعم عندنا مسالمين وعندنا معايا تادي ومش دائم إن شاء الله دائم إن شاء الله ويأتي إلى شوط الشرايا المفاريد لأبناء القبائل شوط العام شوط المفتوح لذات المحليات الأصائل المشاركات من الخليج العربي وناموس يا بن عائض يلقع تاني معها قاوي ألف مبروك الله يبارك فيك محمد بن عائض قحطاني صاحب مركز الأول في شوط شرايا المفاريد محلياتنا هذا اليوم معنا عبدالز قحطاني مهندس العزب لقولك بالنموس يا أبو محمد سهل خير يا أبو حمد الله يطول عمرك نعم اليوم ما أشترك خذنا الأول والثالث والرابع والتوهيق على الله إن شاء الله لما نجدون هذا النموس نجل طباً نهديه للشيوخنا أكيد نهديه للشيوخنا أكيد نهديه للشيوخنا معازي من طلع عمارهم ونهديه لهالإمارات وهالخليج ونهديه طلع عمرك للعربع اللي حضروا اليوم ونهديه طعمان لهالعين بعد ما ننساهم ونهديه للوالد والكحطان كافة حدثنا عن بكرة وسلالتها طلع عمر والله سلالتها أبوها الشاهين وامها طلع عمرك بنت طبيان مشريها السنة بمبلغ قوي عليها تراشيح البكرة ومرشحة الله يبارك بها من دخلته هي مرشحة والحلال اللي يدخل معها قوي والله يبارك وفي بكرة بعد خال الثالث بعد عندنا بكرة طيبة بعد سلالتها جبار وطبعاً وهذه توافيق المزاين طلع عمرك فايز وغالب ومغلوب وهذه كلها رزاق وتوافيق أشكر الله سبحانه وفضل الله سبحانه وتوافيقه أشكركم يا غلطة صحر الله يطول العمار شوط المفاريد النقدي لأبناء القبائل شوط المحلي وشكرا لحكومة الرشيدة على تخصيصها شوط محلي لأبناء دولة الإمارات فئة المجاهيم والناموس يا العمري يا راعي وهين ما أنا صاحب المركز الأول في شوط المفاريد مجاهيم رامس بن محمد العامري يقول لك النموس تستحق خير وعافية عن ربي يطول عمرك كيف تجد من هذا النموس والنجاج؟ والله نهديه مع زيبنا الشيخ خليف وإخوانه نعم نهديه للوالد وسالم بنحمد أخوي اللي هو قايم على لناك هذية ومعابلها ونقول بيضا الله هويها نعم ولغا نحوله لها هو رعي مطية هذي هو اللي متعبن بها سلعة المطية سلعة مثل ما عرف فيها بوغنيم تنحدر بعير فهد الهواملة دوسرية وهذا الريال راعي هذي نحن مشتريها من عنده ونقول لناموس نموسها الريال ذي نعم مشتريها والله ما كنت غريبة من شهرين وهذا نموس نهديه لبوغنيم يعرف بيطول عمر وهي كلها نظرته ونهديها الربيع بن صالح مخزيم راعي شوامة وهو طعم لك نظرته ونقول لناموس نموس كابو صالح ومش دايمش الله يطول عمرك يا ربي شوط المفاريد التلاد لأبناء القبائل محلي فئة المحليات المتجاه ناموس يا العامري يا مبارك يا راعي العشوة ناموس شوط المفاريد التلاد لأبناء القبائل ذهب للعشوة مع مبارك علي بن طويرش العامري بـ 94 درج معنا محمد بن سالم العامري ولكم ناموس فوزكم في شوط المفاريد التلاد لهذا اليوم استهل خير وعافية وهذا ناموس الجميع لماذا نهدي هذا الناموس والنجاج؟ والله نهدي الناموس إلى مقام سيدي صاحب اسم الشيخ خليفة بن زايد وإلى ولي عهد الشيخ محمد بن زايد وإلى مثل حاكمة في المنطقة الضافرة اسم الشيخ حمداد بن زايد وإلى الجميع الحاضرين وخص الناموس بقبيلة العوامر استهدتنا عن البكرة وسنائلتها تنمرك؟ والله البكرة أبوها عشيو بعير ساري وأمها من ابنها وأول مشاركة لها نعم والبكرة وسلت غيام طيبة وتوفيق من الله وهذا ناموس الجميع الأول والثاني وللعاشر كلمت ناموس شوط المفاريد الشرايا العام لأبناء القبال فئة المجاهيم وينكم يا المجاهيم وينكم والناموس يا المري يا مالك سلطانة علي زايد علي البحيح المري معنا صاحب المركز الوافية شوط المجاهيم الشرايا المفاريد علي بن زايد المري يقولك الناموس يخوه علي أهد الناموس طالعامرك لمرشحين مشجعين من بن زايد الشراب نعم نعم صار خير وهذه لهم الثلاث الذهبي نعم الثلاث ذهبي سرد الكل يعرفون نعم نعم حديث مع البكرة وسلاته طالعامرك البكرة على سلطان من ركاب الأمير متعب هو على وحيدان واختها شوامة اللي فازت في شطر حقائق الثلاثة نعم المخيزين مع صاحب النجال صاحب النوميس علي بن عبدالله الربيع المنصوري بوحمد يقول لكم ناموس حصولكم على رمز مرموز مهرجان ضفر أنه خالك إن شاء الله عمل شوط قوي ومشتريات ما شاء الله هو مشترياته حصته على ناموس لمن تدين هذا الناموس نهدي هذا الناموس لصاحب السمو رئيس الدولة ونشكر حكومتنا الرشيدة على هذا الصرح العظيم لملاك العبل المجاهيم والأصائل وهذا مروث يجب الاحتفاظ فيه ونشكر حكومتنا اللي سهلت الأمر ورتبت بعض التراتيب والإنجازات لنجاح هذا المهرجانات فالشكر للإدارة إدارة المزاينة جزيل الشكر والشكر للجان ومن تعب بهذا المزاين يعتبر من المزاين الأوائل في دول الخليج من ناحية الأنظمة والترتيب ونشكر قناة السحرة على أتاحة لنا الفرصة هذه أشاء الله عودة حميدة لكم بعد انقطاع استمر فترة المهرجانات أشاء الله وأول مشاركة الرمز ما يعنيكم هذا الرمز؟ هذا يعني طال عمرك نحن ماخذين استراحة محارب ولا أكثر ولا أقل نحن من عشاق المزاينات من عشاق العبل والمؤسسة الحكومة الله يحفظها وأنا من المشاركين طبعا وليس من المؤسسين ولكن نحن مشاركات نسويها على حسابنا طبعا تشجيع للعبل وقبل رابع العيد كانت عندنا مزاينها له نفاقتنا الخاصة ولكن هذه المهرجانات تبنىها الدولة الله يحفظها ونشكر الحكومة على الدعم لا محدود في هذه المزاينات والمهرجانات الكبيرة مبروك الفوز في أول مشاركة والفوز في هذا الرمز من خلال البقرة اشتركتها اليوم شكرا الله يعطيك العافية ويسلمك والله يبارك فيك ويطول أمرك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على كسب التحدي واخسروا سلام سلام يا قضرة يا مرد ربتل بالبل بلد مار سلام يا قضرة وفذلت قلبنا عاشوا عليها ورحيلها وستاهل الحمر الأصال يلول مجام من المقضاء عباريا فضرها وهلها ودوتها ولخيمها اشتركوا في القناة 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 عليهم بياضلوية الحمد لله زينة ابو سهل ما شاء الله ماذا تعليكم هذا الجمعة وهذا اللحمة بين ابناء دونهم يستعاون في هذا عرس التراث الخليجي ما شاء الله من عزبة لعزبة من جمعة لجمعة هذا هو الناموس الناموس انك تلتقي بالعرب من كل مكان من اعمان سعودية من كل جهة من الكويت كلهم يشاركون هنا من البحرين يعني حتى لو فينا شفت كويتيين ممشاركين لكنهم موجودين فعلا وهذا شرف يشوفهم موجودين يحطون بوسط العزاب يشوفون العزاب يشوفون الحلال يشوفون في المنصة تلقاهم موجودين هذا شيء جميل يعني حقيقة ولولا ان البوش لها مكانة في قلوب أهل الخليج ما لقيتهم موجودين صحيح 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 ونحن اليوم نستهل كل سنة نتعرف على شخص حقيقة نفتخر معرفته من خلال المزاينة هذه نعم زين ما هو جديد غوالي يا ابو سالم من اي ناحية جديد شيء مثلا في خاطرك شيء مثلا تطور طبعا التطور مستمر مستمر سواء كان بالتطوير من المشترى ولكن المشترى اليوم أصبح الواحد خط أحمر تعرف كيف لا بكون صريحة يعني مثلا انت يتني عندك ناقة بكرة حلوة وخدتها أنا اوكي خدتها انت ما بطيء بكرة كزينة وغالية طب ثمان يبتنا في الخط شبهوها قالوا والله البكرة مهجنة شفت كيف حتى لو انت بتي بتحله ما قبلوني منك بالتالي اصبح حتى المشترى شوية صحيح بتقول لي انت والله مفروض انت كشخص حلال اتميز صح انا ممكن اميز لكن ممكن يفوتني شيء ممكن صغيرة تلقاها غير البكرة شوف نحنا عندنا اركاب خدناها صغار شاركا مفاريد شاركا حقائق شاركا لقاية شاركا رداء يوم وصلنا في الثناية قالوا لا هاي معلمة فيها هجين بينات وين قدها ثانية طيب وين يقول وين من لا شوم يقول بينات ثانية بينات شفت كيف فانت يعني مثل هاي البكرة اوكي يمكن استفت بنا في كده سنة ولكن بعضها لا بعضها منتاخلها ترجع من الشوط من الخط ما تدخل اذن معنا في عزبة الغوالي اضيه في مكل مكان معنا لخ من سلطانة عمالة عرب اسم كريم ناصر خميش مقبالي نعم أخي ناصر تواجد لنا في عزبة الغوالي مع ابو منصور لطول عمر حفظه إن شاء الله يخليه اللي جمعنا في هذا المكان طيب حدثنا عن أجواء الضفرة وعن هذه الأجواء والله إن شاء الله الأجواء طيبة طبعاً الجميل مثل ما ذكر ابو منصور هالجمعة طيبة التقمع والمشاركة من كل دول الخليج هذا بحث ذاته يعني فراح وشعادة يعني إنك تتعب من سنة حق سنة إنك تشارك مرة واحدة في السنة والتقمع طيب فهذا بحث ذاته يكفي يعني إنه ملتقها طيب وماشاء الله يعني إقواء كلها طيبة وطبعاً المزاين الدعم الكبير من الشيوخ ما قصروا يزاهم الله خير دعم قوي حق المشاركين من ناحية وايز من ناحية تنظيم المهرجان اللي في القرية الترافية يعني كل الأحداث اللي هنا في المهرجان بهذا يعني شي طيب ولا يعني علي الشاعر فهد بن سعيد بن عبدالله القنيبي أقول حسين النواظر ترى موجود وسط الحشة وتملك الروح والمهجة ومعلوقها ينهى بفوادي بخطواتها اليام المشى وقريحتي من غلاطة هاذ طاروقها كنا مطر ودق من غيم السحاي بنشى يمعذب الروح روحي مشتعل شوقها ما عاظني عنك حد ولا يعيض حشى بنات حوا بدالك قمر تنذوقها يا جر قلبي عليكم جر حبل الرشا قريت قلبي من المهجة على سوقها لو كنت مخفت يلحق فيك قول الوشة أكيد باخذ لنفسي كامل حقوقها لكن ما ريد حسادك تشمك عشا بحط سر اللمانة وسط صندوقها سلامة كبرك رمحي الصبر كل ما اشتدت عليها الهموم أطعن به الضيق لو هي في الصدر موجعه وعيد رمحي اليد واستند به وقوم ونعود الهم بالضيقه يعود معه وظيف جرعة مناعة صبر عند اللزوم لو كان ما تشفيه الموجع ولا تنفعه رزنامة العمر تمضي يوم يبفاه يوم وحكات متكلفه بسماته متصنعه مكان جسر الصداقة صار معبر خصوم دعايمه من صداقات امس متصدعه والقلب لا زال للغياب صالت قدوم يستقبل الغايب اللي راحه ما ودعه القاع جدبه ولا رواها وظلال الغيوم والريح تعزف على وجهاته الأربعة التعريه والسنين الممحله والسموم ثلاث تاخذ من الفلاحة ما يزرعه ما بلله عارض الوسمي وبانت وسوم على جبينه تجاعد العمر مسرعه تقرب وجهه مفازات التعب والوجوم ولا تقنعه حوله واضعينه أقنعه لو غافل الحظ وفرصه حمامه تحوم ممداه والطير بعدها ما كشفه برقعه من ناس يتحلم يتصفح وجيهه العموم كأنه يشوف النذاته فيهم وموزعه تمره مامه مشاهد باهته ما تدوم صفحات عمره يقلبها براسه اصبعه مع دعنيه من الجنيح يقول الكروم لو شاف فقد معينه مثمره مينعه موسيقى 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 موسيقى